تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل رئيس الفلسطيني محمود عباس غدا إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وعضحت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع رئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهلة الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تكسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمرة تجاه القضايا المتعددة للمستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية ويبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحجد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة